السلام عليكم. أولاً في القضية ديل البلوغة بطولة المغرب الموسم ما جاش بصدفة. جات دار ثلاث سنوات وحنا نقدمين في هاد الفارق. جبنا له أطور كبيرة لبريبالت هادو كدراليس ليجون. في الفين وستاش كنا في النهائي مع صمارا وخسرناه وفي لكوب كذلك نهائي. الفين وسبتاش لبحال بحال بحال. أصلت أصلت لوقيته دبا باش هاد العام وصلت لوقيته والحمد لله الفارق درنا الهدف لكلنا في سطرين. العام الرابع دي اللي مكتب هادا من اللي سطرنا بيانه شور إما دو. إما تروى إما كاترون ديول البطولة. والحمد لله راجبنا البطولة الأولى لسوس. أما خصوصا وخصوصا لمدينة قدير اللي غايتكون يمكن البطولة التانية بعدها بطولة التانية بعدها كورة القادم اللي عندهم مشوش بطولات وحسنية قدير. وحنا اللي عندنا بطولة واحدة في الرياضات الجماعية. بما يخص الكأس العرش. واحنا كتنجدو الكأس العرش كما كنجدو كما وجدنا البطولة بنفس اللاعبين ومس الحماس ونفس الأطور. ونفس البرباراتيون لما يبشوز. القادية اليوم آرض علينا السيحمد وشفنا الناس بعدها ديال المدينة ولو تعتموا بنا. آآ خصوصا رايش المزيس البادية اللي جاء احضر ونائب ديالو. ونائب في الجهة والناس اللي يحضروا وكان كنا شوية محقورين في الأول. آآ مليش ديالأمليج بنالبطولة محالي لما مدلنا شيء. ولكن اليوم آآ قرص آآ سيحمد بالودان والناس ديال الزوران والناس دي البلدية استقبلوا اللعبة وفرحوا بهم. وشجعوهم باش ان شاء الله يديوا لك الكأس تهيع. شكرا. 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 شكرا.